ناردا ينورني ويشرفني النجم الرائع السوبرستار محمد رمضان أهلاً بك في شبك تبزون الحياة أهلاً بك وأهلاً بأسرة البرنامج أنا واحد من متابعينه وقناة الحياة كان لها تاريخ كبير جداً وتحياتي لكل القائمين على قناة الحياة تحياتي لكم ودايماً أعملك بتكسر الدنيا على الحياة وفي كل مكان اللوك كمان يا محمد أنت بقيت عام اللوك حلو قوي أنا لازم أقف عند الموضان يا جميع عبير مين بيختار لك اللوكات الجديدة؟ والله هي اللي بيختار لي زوجتي يعني هي الأكثر واحدة بسك في رأيها وهي بتجهز لي كل الأوتبات اللي في الحال يومية حتى إنساي طبعاً عمل عدد كبير جداً من المشاهدات الأسطورة والمعلم الاثنين عاملين شغل في العالم كله ألف ألف مبروك نجاح الأغنية النجاح بتدي الأغنية قامت ديانة طاقة إيجابية وجمال صغيرين والكبار كل ناس معجبة جداً بالأغنية الحمد لله طبعاً يعني إن ربنا وفقنا في اختيار لحن كويس واختيار كلمات فيها طاقة إيجابية كبيرة جداً يعني هي وده المطلوب مننا يعني المطلوب مننا نحن نقدم انترتيمنت الفن عموماً سواء تمثيل أو غنى أو مسرح تمثيل بها بكل مشتقات ودراما ومسرح فإحنا الدور الرئيسي هو تسليهة الناس ويمتاعها عظيم جداً يعني بالإضافة للتسليهة والمتعة نقدر نديهم طاقة إيجابية نديهم حافز فأنا نوع الأغاني اللي بقدمها هي نوع تحفيزي للجمهور إن نمبر ون والملك والأمر كلها أغاني مش بتعود علي أنا فقط يعني بتعود على المستمع كمان يعني اللي بيغني بيغني بلسان حل جمهوره أو بيغني بلسان حل المستمع رمضان أنت ردت على الناس اللي هجمت حفلة السحل قلت لهم أنا بق عامل شو شبه مايكل جاكسون لا ومش الفكرة شو يعني ما مش مش بشبه نفسي طبعا بمايكل جاكسون ولكن هي الفكرة إن الميوزيكال شو هو بيعتمد على ملابس خاصة ملابس غير نمطية يعني المطرب العادي هو اللي بيطلع بتيشرت عادي ويلبس بانطلون عادي إنما أنا الأغاني كلها كل أغنية بيتعمل لها ميزانسي حركة معينة إضاءة معينة بالزبط يعني عندنا مثلا كان في كازانوفا كل اللي كانوا على الستيج من دانسرز لموديلز كلهم مثلا كانوا لابسين لبس موديل السبعينات طب هل ده منطقي إن أنا أطلع في أغاني بلبس سبعينات ولا الأغنية بتحتم علي ده هذا للناس أنا ما بعذر الجمهور لأنه ده شيء جديد عليه أي شيء جديد بيتم لفظه في البداية الناس ما بتفهموش في الأول هم مستنين حفلة يعني سيطلع زي باقي الحفلات لابس عادي واقف في نص الستيج طول الحفلة وأنا شايف الحفلة بوجهة نظر مختلفة حفلة يعني إبهار يعني ميزانسي يعني مخرج للحفلة يعني الإضاءة وهي حفلات الراب في العالم كله بتبقى كلي يعني ما تشوفوا أن نجوم العالميين بيطلوا يعملوا شو على المصر حين جينيفر لو بازم مجات مصر مثلا ده مثال عشان دي كان موجود في مصر كان فيه شوكة بتتحرك وكان كل شوية بتغير هدوم ومعها دانسرز أنت دائماً يا رمضان بتعمل حاجات مختلفة يعني إذا دول بتعمل ترينت والناس تهجمك وبعدين بلاقي ناس ماشي وراء في حاجة لازم أقولها يا جماعة بجد دي شهادة عشان أنا رمضان بقابله في حتك كتير قوي ما فيش حد من جمهور بيوقفوا ما بيوقفش يتصار معي لأن دول والله العظيم أنا باعتبرهم هم دول النجم الحقيقي الجمهور هو صاحب الفضل هو اللي فرضني في هذا المجال طبعاً بعد إرادة ربنا فده مش أقول رد الجميل هي دي العلاقة اللي بيني وبين جمهوري الجمهور هو اللي نقلني من شيء لشيء أفضل ما مش بتكلم على المستوى على المستوى المادي بس حتى حتى على مستوى المادة يعني أنا أجري زاد لي لأن لأن الجمهور بقى يتابعك أكتر جمهور أضارك أكتر ولذلك بقول إن يعني لكل مهنة مدير إحنا مهنت أنا كممثل أو كمغني المدير بتاعي هو الجمهور الجمهور واللي بيرفد وهو اللي بيخصم لنجمي فأنا بتعامل معهم بالنداء فرد اللي يخد لي خطوة لازم أخد له عشر خطوات أنا شفتك كمان ما شاء الله كنت مكسر الدنيا في أمريكا وأنت بتتكرم كنا مبسوطين بيك جدا مصوطين نحن لانا نجم مصري واقف على جميلة ومهامة في مكان مهم جدا في أمريكا وكنت بتتكرم وشفت تفاعل الجمهور معاك هناك والجالية العربية تفاعل جميل جدا الحمد لله جدا يعني كنت سعيد جدا إن كانت فرصة جميلة إن أنا أشوف كمان عرب كتير جدا عايشين في إلي في لوس أنجلس وبشكر إنجم على التكريم وعلى الاستقبال العظيم وبشكرهم كمان على الاستقبال العظيم اللي خضني يعني أنا قلت هروح يعني أكيد مش هشوف اللي باشوفه في الميدل إيست يعني لقيت تقريبا نفس رد الفعل ونفس الاستقبال بالنسبة ليسا بنتكلم عن الغنى أنا سمعتني فيه دايو ديت فيه فيه حاجات كتير حلوة إن شاء الله ولكن أنا اهتمامي الفترة الحالية هو بفيلم القادم اسمه مو تأليفه سام صابري وإخراج حسيني المنباوي وإنتاج سينيرجي مع أستاذ يوسف الطهر فده تركيز الفترة القادمة وأيضا بنستعد المسلسل رمضان القادم موسيقى بالنسبة لي فيلم التحضيرات بدأت لسكريبت موجود شغالين بزبط قد هيبقى أكشن هيبقى دراما والله ما مش يعني هيبقى فيلم هيعجب الجمهور بشكل كبير ويمكن هو أضخم ميزانية أنا اشتغلت بيها يعني أفلام اللي فاتت كلها كانت يعني على مستوى الإنتاج ما كانتش الأفلام الباهزة الثمن يعني في ميزانية الإنتاج طب أنا من أقدر كده أفهم إنه ممكن يبقى فيه أكشن يبقى فيه أكشن يبقى فيه أكشن كثيرة يبقى فيه أكشن إنهم لسه لسه ما تمش التوقيع وبالنسبة للفيديو أننا دائما خلص إحنا متعودين رمضان دائما لازم يكون معانا في رمضان وبتكون ما شاء الله عمل نجاح وعمل مشاهدات كبيرة جدا السنة دي بتجهز إيه بقى الرمضان السنة دي بنجهز مسلسل تأليف وإخراج محمد سامي نحن عملنا مع بعض الأسطورة وده المسلسل الثاني بنا إن شاء الله وبإذن الله بنوعد الجمهور نحن نعمل حاجة تليق بحجم جمهوري وتليق بالمشاهد العربي بصفة عامة الحفلات الجاية فين؟ الحفلات الجاية أول حفلة إن شاء الله في الرياض السعودية وعندي حفلة في آخر اكتوبر في القاهرة لسه ما تمش الاستقرار على اليوم بعينه يعني دي اللي كتفلستاد أعتقد ولا هتكون في مكان تاني؟ والله لسه لسه مش عارفين لأن الدوري بدأ فكان نحن نحن نعمل حفلة في استاد القاهرة كملعب استاد القاهرة أنت دائماً بتشارك جمهورك كل حاجة وفي ناس كان بتأخذ عليك الموضوع دائماً بس بقيت في ناس بتعملوا على فكرة دلوقتي وبقيت من ساحب الناس بتشارك الجمهور كل حاجة في حاجة ممكن تصورها وما تنزلهاش؟ في حاجات اوسعات تصورها وما تنزلهاش يعني حاجة ممكن أصورها هو بغرض ولكن أرجع فكر لأن الناس ممكن تفهمها بحاجة تانية فممكن أتراجع في القرار ولكن دي علاقة أنا بشوف العلاقة بين النجم وجمهوره هي علاقة الفنان اللي بيحددها في شخص ما بيحب يعني يحب يبقى العلاقة بينه وبين الجمهور فقط من خلال شغله وفي شخص تاني ممكن يكون عايز العلاقة تبقى مكتملة الأركان كما مثلا عبد الحليم حافظ كنا كنا نشوفه على سريره والجنب والأدوية وكان بوس سنة الكام ولا كان فيه سوشيال ميديا هل عبد الحليم حافظ لو كان مقلش أنه تربى في ملجأ؟ هذا علاقة هو حددها هو قرر أنه يبني علاقة بينه وبين جمهوره وأنه يصارح جمهوره بكل شيء يقول له أنا تربيت كذا هناك كثير جدا من عرقه هو يقول لك أنا الجمهوري يعرفني من وقت ما شفني لم يكن مطالب أن يقول التعب الذي عندي المرض الذي عندي سبب هو البلهرسيا لم يلتفت الناس يمكن أن تقول ماذا بالبلهرسيا فهذا علاقة وهذا مدرسة كبيرة جدا يجب أن نقضي بها في مجالنا وطبعا أم كلسوم وأستاذ عاد الإمام هذه نماذج كبيرة جدا نبقى مش أسكية لو إحنا أجيال جديدة طلعة ومدرسناش ومتعلمناش من الثلاث مدارس الكبار دون أنا عرفة أنت دائما بتحترم الكبير جدا ومعروف أن محمد رمضان يعمل يعني نقول احترام لكل الناس الحوالي وكل الناس اللي يشتغلوا معك بيحبوا يشتغلوا معك جدا ويحبوا يشتغلوا معك تاني لكنني أريد أن أذهب للامرس من من الآخر إنت لديك م suasاء الله وأieux زال الله سي الجميع ربنا لقوم علي precis مين وارث طباعك؟ طباعي وارث طباعي حنين البنوتة الكبيرة والولد واخد من محمد رمضان؟ والولد وارث شكلي لكن هو طباع خجول أكثر مني أنا ونفسه كنت شاية؟ كنت شاية رمضان شكلك كده؟ لكن كان عندي حاجات هو طلع أحسن كمان إن شاء الله رب أنا يخلهم لك يا رب وتفرح بيهم كمان اللي يعرف رمضان كويس عارف أنه بري جداً بإخواته وبمامته وأنا لازم أحيي والدتك طبعاً أنا أحب الأمهات جداً فأنا لازم أحيي والدتك بجد ربيتكم تربية ربي جابت لنا فنان جميل ومحترم اللي يعرف كمان محمد عمستوى الشخصي سيحبه كمان أكتر كفنان يعني عيلة كلها جميلة نورتنا يا رمضان وشرفتنا أنا أسفة طولت عليك بس أنا كنت محسنة جداً باللقاء وأنا سعيد جداً جداً وبشكرك أن أنت ساعتيني أن أنا أعرف قابل جمهوري وأعرف أكون جاوبته على بعض الأسئلة اللي أنت سألتها أكيد هو كمان كان عايز يسألها شرفتنا ومزيد من التقلق إن شاء الله ألف ألف مبروكة على الحفلات اللي فاتت وعلى المسلسلات وإن شاء الله كمان يكون فيه أعمال قادمة أنجح كمان الله يبارك ودايماً إيه نمبر إيه؟ ثقة في النجاح ثقة في النجاح شكراً